موسيقى موسيقى بحيكم من إزاية سولفان بالمشهد الانتخابي ليوم الثلاثة خمسة نيسان الفين واثنان وعشرين ومنقدم لكم أبرز الأخبار الانتخابية موسيقى اقفل باب تشجيل اللوايح بوزارة الداخلية والحصيلة 103 لويح مقابل 77 ليحة بالالفين وثمانتعش أكبر عدد لويح هي بدايرة الشمال الثانية وبلغ عددها 11 ليحة أقل عدد لويح هي بدايرة الجنوب الثالثة وبلغ عددها 3 لويح ارتفاع المشاركة النسائية وسجل 118 ترشيح انسحب 42 مرشح ضمن المهلة و284 مرشح ما نضموا إلى أي ليحة ضمن المهلة بالتالي لغت ترشيحاتهم إذن 718 مرشح عم يتنافسوا على 128 مع قاعد انتخابه صدر عن هيئة الإشراف على الانتخابات بيان بيتعلق بالمرشحين اللي عم يشتغلوا على إعداد برامج سياسية حوارية وبالانتخابات على بعض وسائل الإعلام وكتب بالبيان لاحظت هيئة الإشراف على الانتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالانتخابات النيابية ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللواح الانتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة بقانون انتخابات انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم 44 على 2017 لذلك تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعا ووسائل الإعلام المقروعة والمسموعة والمرئية التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدبير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الاقتداء بحث فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير الدفاع موريس سليم الأوضاع الأمنية بالبلد والاستعدادات لأشجاء الانتخابات النيابية اجتمع وزير الإعلام زياد مكاري برئيس هيئة الإشاف على الانتخابات نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة وأكد بعد اللقاء على التنسيق بين الوزارة والهيئة وعلى التشدد في منع خطاب الكراهية والعمل على الشففية ومراقبة العملية الانتخابية استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وفد بعثة مراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي أكد محفوظ خلال اللقاء على أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية وستقرر من سيفوظ برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة كذلك أعلن رئيس الوفد أن البعثة ستبقى حوالي شهران ورح يجي 70 مرائب للإشراف على عملية الانتخابات وبكل المراكز على الأراضي اللبنانية كافة إضافة إلى نواب من الاتحاد الأوروبي أطلق الحزب التقدم الاشتراكي الحملة الإعلامية لكتلة اللقاء الديمقراطي والبرلمج الانتخابي تحت شعار صوت العقل إرادة الغد بحضور رئيس الكتلة النايب تيمو جنبلات ومرشحية الحزب بكافة الدواير وهلأ مع فقرة حسب القانون واليوم رح نتعرف على دائرة الشمال التانية ترابلوس المنية الدنية تقسم دائرة الشمال التانية ترابلوس المنية الدنية بدايرتين صغرى دائرة ترابلوس ودائرة المنية الدنية بتضم دائرة ترابلوس 8 مقعد 5 مقعد للطائفة السنية مقعد للطائفة العلوية مقعد للطائفة المارونية ومقعد للأرتودوكس أما دائرة المنية الدنية فبتضم 3 مقعد للطائفة السنية ومقعد بالمنية عفوا 3 مقعد للطائفة السنية مقعد بالمنية ومقعدين بالضنية بال2018 كان عدد الناخبين بدائر الترابلوس 237.330 أما عدد المقترعين فوصل لـ 94.047 أي بنسبة 40% فقط من الناخبين شاركوا بالانتخابات أما بال2022 فسجل على لويح الشطب 254.458 ناخب بدائر الترابلوس أي بزيادة 17.108 أما بدائرة المنية الضنية فكان عدد الناخبين بال2018 112.814 أما عدد المقترعين فوصل لـ 57.712 أي نسبة 51% من الناخبين شاركوا بالانتخابات بال2022 سجل على لويح الشطب 122.673 ناخب بدائرة المنية الضنية أي بزيادة 9.859 مع الملاحظة أن عدد المختربين المسجلين بدائرة الشمال التانية 15.237 أما فيما يخص اللويح الانتخابية فبالعام 2018 كان في 8 لويح بالدائرة بقى منها 3 كان الحاصل الأول 13.310 وبعد خروج اللويح الستة من المنافسة الانتخابية صار الحاصل النهائي 11.393 وتوزعت المقاعد 11 على اللويح 3 المتبقية على الشكل التالي ليحة طيار العزم باسم العزم 4 مقاعد ليحة فيصل كرامة وجهاد الصمد باسم الكرامة الوطنية مقعدين ليحة طيار المستقبل باسم المستقبل للشمال 5 مقاعد ولهون منكون وصلنا لنهية المشهد الانتخابي ليوم الثلاثة 5 نيسان 2022 ملتقانا يوم غد بنفس التوقيت دايما عبر صوت فان شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء